صباح الخير يا برج الدلو. البرج الحلو. يا رب تكون كويسة يعني وبتطلع حلوة بس بدايتها حلوة. برج الدلو ركز معايا بقى في النقطة دي. آآ في بداية. آآ بداية حلوة. آآ بداية مش رقع. الشمسة سوف تشرق على برج الدلو. طيب يشوف كده. اوه ايه ده برج الدلو. ده خير ده حقيقية مش يزهر. ده حد يعني آآ ده حد عينه عليك. وآآ ده كمان بص ايه ده. بسم الله ان شاء الله الله و اكبر عيني. عيني بردة. عيني بردة. آآ العشر كبات في ايدك. ده في حد ياما قديم. راجع وده هنشوفه من القراءة. ياما حد جديد بقى خالص وانت بتستقبله كده بكل روح رياضية. ده انت منفتح عليه. انت بتقوله يا اخي. واغوشتني عليك قرابل. انت اخرت لي كده. آآ. لأ لأ يا لأ ما على قلب. لأ انا قلبي رهيف من القراءة دي. حرام حرام والله. حد قديم على فكرة ممكن. اوكي عشان بسناولة ايه كده? ام. طيب نبدأين كده يا برج الدلو. مش حاجة تقليل الحمد لله. آآ يمكن انت تعامل مع برج الحمل. وبرج الجوزاء. وبرج ترابي وسرطان. وابراج اتامي ترابية. وبرج بردو ناري. برج ناري. طيب. نبدأين كده هناك شخصا يعشقك. يعني العشق الحقيقي مش مش زار يعني. آآ كأنه ملقاك. يعني مش ملقاك اللي هو ملقاكش. لا ملقاك اللي هو مسدق. مسدق لقاك. انت توقع مروح يا معلم. وفرحمتك قوي 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 قوي. وهو انت في بداية جديدة. ده بص ده اه داخل على جواز. ده داخل على جواز. ده بيقولك بيقولك ايه? انت بتال. خلصة. انت بتال. في بداية جديدة. انا عايزك تتفائل. تتفائل. آآ طبعا ده برج الجوزاء. وممكن يكون يعني هو مزان بس واخد طاقة برج الجوزاء. طاقة العشاق. آآ يعني. في حب من الآخر. وحب قوي. وسه عشق. عشق مش زار. طب انت طاقة غريبة قوي. عشان كده بقولك انت ممكن تكون حد من الماضي. انت زي ما تكون اكوين اوف هوندوس ده ممكن يكون ايه? ممكن يكون انت اا حد راجع لك من الماضي وانت بتقوله ايه? بتقول ايه مش سامع. بمعنى كيه. لان هو انت شايف انه مقدم لك عرض. مقدم لك عرض. اوكي. انت بتقوله ايه? مش سامع والله. او مش سامع. بتقول ايه? بتقول بحبك? مش سامع والله. اه بص بقى برجل دلو. ايه ده? ايه ده برجل دلو? ايه ده? ليه كده? ليه كده? ليه دي? برجل دلو انت متخوف جدا. انت يعني عارف اللي هو الشخص ده. لو رجعت اقسم بالله اقسم بالله هوريك. مش هوريك اضرابك? لا. اياك تتحك عليا. ده انا ده انا نصحة قوي بص ده انا نصحة. حل بالك يعني انا مش مش هفية. مش هتتحك عليا تاني. انت متخوف جدا. وقافل على اه مشاعرك ومبين له وش خشب. هو حد قديد. اصلا يمكن يكون حد جديد واعمل له كده. او ممكن تكون حد جديد بس انت خاف منه. مقلق. دخلته كده? اه دخلته كده مش عاجبين. غلط وانا كنت مستنيه يا غلط. الشخص ده ممكن بكون متعرف عليه جديد ودخل وقال لك انا عايز اتجاوزك. فبتقول له نعم يا اخويا تتجاوزني ازاي تتعرفني يا بني? اه عايز اتجاوزك. فانت خاف منه قبل. ومساكله الصيف اللي هو بص ده اي حركة هكا كده ولا هكا كده اتروح ده. ده انا ده انا حويل ده انا ذاتي اوعى. اه انا صحيح بص. انا كل حنية. ولكن. ولكن. عندك ده كرت ده ده مزلوة جدا. انت بتقطق. انت بتقطق. فانت خايف جدا 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 منه. ورفع لك ورفع له صيف يا. ده اللي عمال يقول لك يعني بساء الخير بساء الحب بساء الدلع. وانت بتقول له ايه ده يا ايه ده. المحني ده. انت عامل وش صعبة قبل. معرفش اللي. انت خايف منه. انت خايف منه. عشان كده. عشان كده طاك طاك سفول. انت 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 صعيب بس خايف. خايف خايف خلاص. اه هو شايفك ازاي? شايفك شايفك شخص اه على فكرة بقى الشخص ده. بص انت مبايله الوش ده. بس هو شايف حقيقتك. شايف حقيقتك يا برج التالي. شايف ان انت شخص جميل قوي من جوه. انت بتبين اقل وش الخشب. بس انت شخص جميل. الشخص ده ممكن يكون قديم. عرض عليك. عرض مصالحة وبداية جديدة. وانت بتقول له لو هوبت هنا هقتلك. من الاخر. بس هو عارف من جوه ان انت حزينة على العلاقة دي. بالزبط. وان انت بتحبه. عشان كده هو ارجع لك. بحبك. ومتأكد ان هو بيحبك على بكرة. يعني هم معلش برج التالي. انا بصل بس ما عايز. فانكمل ان شخص ده شايفك انا عملت توضيحات له هنا. الشخص ده شايفك ان انت كنت حزينة على العلاقة دي. وعشان كده انت شايفه كمان مقدم عرض حقيقي دي. انت شايفه ان هو مقدم عرض حقيقي ديك. طيب ايه الخطوة اللي هياخدها? الشخص ده حيران. عنده حيرة جديدة قوي. مش عارف يعمل ايه. هو بيحبك قوي. قوي. بس مش عارف يعمل ايه. ومخبي حتة ان هو عايز يليك بعرض دي جواه. نخبي بقى الحوار ده. في المقابل ودي حاجة غريبة. ان انت لو هو تقدمك بعرض ياسفوندوس. انت كمان عايز على فكرة. انت كمان عايز تفتدي عرضي على فكرة. انت برج التالي اه خايف منه. والان بس اه. انت 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 حزين قوي. انت حزين قوي كده ليه برج التالي. انت عايز على فكرة. انت زعلان قوي عشان كده اه شايفك. انت زعلان. و لو جالك بعرض انت كمان هتروح له بعرض. يعني هو لو فكر يجي انا كمان هجي لك. بس خلي بالك بقى. بص بقى عشان تعرف. هو هجي لك عرض تقيل. انت بقى تعمل ايه? انت خايف منه. خايف قوي. انت متخاف منه قوي. بتعمل ايه? انت عايزه. انت بتحبه. عايز بداية. بس انا بقى هديك حاجة بسيطة. ان هو يقول لك مثلا يخل لك وحشتين. تقول له اه الحمد لله انا كويزة. اهان. بس كده تسقط. لان ان دلبيش في بلدك عرض زنطوط. يعني انا اقول لك انا عايز اخطبك. انا عايز اتجاوز. تقول له لا. خلينا في الارتباط الاول. نارتبك كده سندين تلاتة جرابك. نبدل كده مع موعد نخرج نروح ونيجي. لان انا تلا ساعة من الشربة يا بابا. انا تلا ساعة منك قبل كده. على فكرة يا برج الدلو انت بتفكر تفكير سلبي شوية. معلش عذرني. انت باصص على ان العلاقة لما كانت زمان تعبت وزعلت. بس فيه امن في العلاقة دي. انت اه انت انت جالك خبية امن من الشخص. انت شخص ده ممكن يكون ما تغيرش. حاولت معك كتير ما تغيرش. بس في كوبايتين ورا هون ما تركز معهم يا عمي. سيبك من كوباية المقلوب اركز معهم. سيبك بقى. اهو. بس انت عايز ايه? يعني هو عايزي صندك وانت عتقول له اه الحمد للنك بس. لتدخل تكلمك عترد عليه. بس مش اللي وحشتيني وحشتيني. لأ مش الكلام ده. ان بوجه ده له صعب 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 يعني. طيب. هو شايف العلاقة دي ايه? شايف العلاقة دي على فكرة لو بتتعمل مع حد بوجه الجوزية فانت تلاتين هواقيين. هتاقط عقلي. شايف ان العلاقة دي علاقة عقلية. بالضبط. شايف العلاقة دي كان بيغلب عليها العقل. ممكن. مم. بالضبط. العلاقة دي العلاقة دي لو اتكلمنا بالتفاهم لو اتفاهمنا هنرجع لبعض بسرعة قبلة. خلي بالك. هو براقبك. خلاص براقبك. الكارتين دول مراقبة. اوكي. وده البيج أوف سوردوس. ودي الكوين انتوا زمان ا اه بس كده. انا بدا تفاهم على فكرة انا بدا تفاهم. العلاقة دي كانت زمان آآ علاقة فيها شخص مندفع. وشخص قافل على المشاعر. شخص مندفع شخصي مندفع وشخصي تاني مش قد كلمته متلاوع شوية او عايز مثلا صحبية لا مع نظر طفلش دلوقتي والكلام ده فمن البيجة للقوينة يعني العلاقة دي لو رجعت تاني مرة تانية ورجعت حسننا امورنا هتبقى كده هو شايف كده شايف ان العلاقة دي كان فيها عدم تفاهم او انتو مكنتوش فاهمين بعض ممكن يعني هو مسألة انت وده اللي حسي يعني هو كان عرض عليك عرض وانت قلت له لا مش عايز اتجاوز دلوقتي بصراحة وحسك ان انت عايل بترجع في كلامك وان انت كابت على مشاعرك كده فلو شايف ان هو لو العلاقة دي فهمنا بعد احنا الاتنين هننتصر على فكرة انت بتحبه وزعلت لما مشي يلا يا عم انت كمان شايفه الصنة جي تقعك بص وش بقولك بتحبه بتحكي على نفسك بتحبه على فكرة والشخص ده راجع ببطء لانه خايف ترفضه تاني الشخص ده قدم لك عرض الجواز وانت قلت له مش عايز اتجاوز اهو بس عرفت الطاقة بتاعتك دي جاية منين يا لقين انت شخص بتحب الخروج والفصح ويعني يعني ينلف مع بعض شوية بلاش جواز على ما طول كده خاف منك بس لما بعد مقدرش قالك لا انا بحبك انا عايزه تاني وهو مقدم لك عرض هو مقدم لك عرض مصالح وانت هتقبل العرض ده وعلى فكرة انت كم تقافل على مشاعرك انت كم تقافل على مشاعرك وممكن تكون نشيت من العلاقة دي بالزفت ثانية واحدة السناني والتالت لما عرض عليك عرض حب انت فلفزت منه عشان كده هو شايفك ان انت عيل مش عيل يعني بس يعني مش عايز ترتبط مش عايز حد يمسكك فبس انت لما هو مجي انت زعلت زعلت عليه قوي وانت مستعد بس اللي هو ايه نص نص برضو برضو لسه مصابل مع الموقفات بس انت بتحبه قوي على فكرة شايف العلاقة دي حلو طب النصيحة ايه النصيحة بتقول لك يا برج تبالو اشتغل على العلاقة دي لعلاقة دي لتقى صلومت يلا يا عم يلا يا عم يبسي البقى يبسي البقى يبسي البقى يا عم علاقة علاقة من ايه حب شخص دي بحبك اوي 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 مش عارف اقول اوي حد انت ده خلاص ده هيتجنن عليك من اخر هو بصراحة برجدالو اي حد يتجنن عليه برجدالو فظيع يجذب اي حد هيتجنن عليك هيموت ويقولك بحبك لو مقالكش بحبك هيموت 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 ويقولك بحبك فبقالك اشتغل بقى يعني اقدم له حاجة زقه شوية زقه لو ده قراش لو ده قراش زقه عشان هو خايف من الاخره بس بحبك اوي شايفك السلم اللي بتاعه اشتغل يا برجدالو على هزي العلاقة حبيب عليك الجواز باذن الله باذن ان ان شاء الله واحد احب خطوب او زواجه اي حاجة من الاخره كراكت حلوة يا برجدالو ويا رب يا رب اتكون عجباكم واشوفكو في فيديو المنفصلين بإذن الله شكرا لكم